بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي في مسار الصحة والحياة أهلاً وسهلاً بكم اليوم بإذن الله سوف يكون لدينا آخر الإثراءات المتعلقة بمنهجنا مبادئ العلوم الصحية واحد واحد وبالتحديد في الفصل السابع والثامن والتاسع خلال دراستنا للفصل السابع مراحل النمو في حياة الإنسان كان لدينا مجموعة من الأهداف اتفقنا على تحقيقها بأن تحدد وتحدد ما لا يقل عن اثنين من التطورات الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية التي تحدث خلال كل مرحلة من مراحل الحياة الرئيسة السابع كذلك التعرف على الطرق التي تؤثر بها مراحل الحياة على احتياجات الفر أيضاً تقديم أمثلة عن كل مستوى ومستويات تسلسل ماسل والهرمي للاحتياجات وذكر الطريقتين الرئيسيتين التي يستخدمها الأفراد لتلبية الاحتياجات كذلك تقديم مثال يوضح استخدام كل من الآليات الدفاعية التالية التبرير واللوم والنقل والاستعاضة أحلام اليقظة القمع الكبت التراجع كذلك الإنكار والإنسحاء وماذا ما تعودنا تظهر معنا مصطلحات رئيسة لهذا الفصل سن البلوغ الاحتياجات 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 الفيسيولوجية الامان العاطفة التقدير التحقيق الاليات الدفاعية مراحل الحياة بدأنا في فصلنا بتتبع مراحل النمو وتطور في الإنسان فذكرنا يبدأ نمو الإنسان وتطوره منذ الولادة ويستمر طوال حياة تعرفنا النمو بأنه التغذية الجسدية التي يمكن قياسها على كالطول والوزن وشكل الجسم بينما التطور نعني به التغيرات في المهارات الفكرية والعقلية والعاطفية والاجتماعية والوظيفة اتفقنا سويا بأن هناك سبعة مراحل لنمو وتطور الإنسان أولى هذه المراحل هي منذ الولادة وحتى السنة الأولى وأسميناها قبل الفطاء والمرحلة الثانية من عمر السنة وحتى ست سنوات أسميناها الطفولة المبكرة ومن عمر ست سنوات وحتى 12 سنة أسميناها الطفولة المتأخرة ومن عمر 12 وحتى 18 سنة أسميناها مرحلة المراهقة ثم انطلقنا لثلاث مراحل تمثل مراحل الرشد في مرحلة الرشد المبكر كانت من 19 عام وحتى 40 عام ومرحلة الرشد المتوسط من الأربعين وحتى الخمسة ستين عام ومرحلة الرشد المتأخر من خمسة وستين وما فوق وذكرنا بأن هناك أربعة أنواع رئيسة من التطور والنمو لدى هذا الإنسان تحدث في كل مرحلة أولاها التطور الجسدي ونعني به النمو البدني ويشمل تغيرات كالطول الوزن نمو العضلات الأعصاب والتغيرات في أعضاء الجسم لاحظنا كيف الأطفال كانت أوزانهم تزداد كذلك طولهم يزداد أيضا قدراتهم على المستوى التناسق العضلي ثم في مرحلة الرشد المتأخر أو الرشد المتوسط بدأنا نلاحظ أن هذا الجسد يمير بطريقة معاكسة بدأت تظهر التجاعد بدأ يظهر هذا الشيء بدأت هذه العضلات تفقد قوتها ثم أيضا على مستوى الأنواع الرئيسة الأربعة ظهر معنا التطور المرتبط بالتطور العقلي أو ما نسميه بالمعرفي وهو التطور الفكري ويشمل تعلم كيفية معالجة المشكلات إصدار الأحكام التعامل مع مختلف المواقف كذلك التطور العاطفي ونعني بالمشاعر ويشمل مواجهة مواقف الحب والكراهية والفراح والخوف والحماس وسواها من المشاعر كذلك التطور الاجتماعي التفاعلات والعلاقات مع الآخرين كالعائلة والأصدقاء والأكران التي تؤثر بدورها على صحتنا العاطفية والجسدية خلال دراستنا لدرس مراحل النمو والتطور استعرضنا مجموعة التغيرات في كل هذه التغيرات المرتبطة بالتطور الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي لكل مرحلة من هذه المراحل ثم انطلقنا في درسنا الثاني عندما تكلمنا عن الاحتياجات ماذا نعني بالاحتياجات؟ هي نقص في شيء مطلوب أو مرغوب فيه تكتسب بعض الاحتياجات أولوية أو عفوا تكتسب بعض الاحتياجات أولوية أكثر من غيرها على سبيل المثال تأخذ الحاجة إلى الطعام الأولوية على الحاجة إلى القبول الاجتماعي أو الموافقة الآخرين إذن لدى الإنسان هناك عدة احتياجات هذه الاحتياجات تمثل أولويات تتباين في احتياجاتها هنا احتياجات الطعام الحاجة إلى الطعام تكون مقدمة على احتياج تقدير الآخرين أو الحصول على مثلا وظيفة أو الحصول على الأمان فالحصول على الطعام يعتبر احتياج ذو أهمية أكبر من الاحتياجات التي ذكرناها كل ذلك تعرفنا عليه عندما استعرضنا تسلسل العالم ماسلو فالتسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات يبين بأنه يجب على الفرد السعي لتلبية الاحتياجات الأدنى قبل تلبية الاحتياجات الأعلى يظهر معنى في أولى الاحتياجات وهي الاحتياجات الفيسيولوجية الطعام الماء الهواء النظافة الحماية كلها من ضمن الاحتياجات الفيسيولوجية ثم يأتي الاحتياج الثاني بعد تحقيق الاحتياج الأول وهي احتياجات الأمان كالتحرر من الخوف القلق الشعور بالأمان ضمن البيئة المحيطة عند تحقيق هذا الاحتياج ننطلق الاحتياج الثالث وهي الاحتياجات الاجتماعية الحب ومثل ما يظهر معنا المودة الشعور بالانتماء تكوين صداقات وعلاقات ثم يقفز هذا الإنسان للبحث عن الحاجة إلى التقدير احترام الذات الحصول على قبول الآخرين وفي آخر تسلسل ماسلو الهرمي تظهر معنا الحاجة إلى تحقيق الذات تحقيق أقصى الإمكانيات كالثقة بالنفس والأمن النفسي واستعرضنا هذه الاحتياجات بشكل مفصل عندما تعرفنا هذه الاحتياجات الفسيولوجية الحاجة للطعام والماء تعرفنا عن الحاجات المتعلقة بالأمان كالتحرر من الخوف والقلق الحاجة بالشعور بالأمان أيضا تعلمنا ما هي الأحداث التي يمكن أن تهدد أمان هذا الفرد عندما تحدثنا عن الاحتياجات المتعلقة بالأمان كالبيئات الجديدة التغير في الروتين وعددنا مجموعة من هذه الأحداث كذلك تحدثنا في الاحتياجات الاجتماعية بأنها الحاجة الانتماء والتواصل مع الآخرين وكسب استحسانهم فيحتاج الفرد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كتكوين الصداقات نيل قبول الآخرين خلق الروابط الاجتماعية القدرة على تبادل المشاعر أو مشاعر المودة والحب وذكرنا بأن الأفراد الذين يشعرون بالأمان والسلامة يظهرون استعدادا أكبر لقبول التغير والتكيف معه ويميلون إلى مواجهة المواقف المجهولة ثم انتقلنا للحاجة للتقدير واستعرضنا مجموعة من الأهميات والجدارة في هذه الحاجة عندما يظهر الآخرون احترامهم وتقديرهم لهذا الفرد يبدأ هذا الفرد بالشعور واحترام واكتساب احترام الآخرين عندما تتم تلبية الحاجة إلى التقدير يكتسب هذا الفرد الثقة في نفسه ويبدأ بتوجيه أفعاله نحو ذاته وانطلقنا عندما تحدثنا في آخر هذا التسلسل في الحاجة لتحقيق الذات بأن الأفراد الذين يحققون ذاتهم يستطيعون تحقيق الذات أو يتمتعون بتحقيق الذات لديهم الاستعداد على التعبير عن معتقداتهم والالتزام والاستقلالية والثقة كذلك الثقة في أنفسهم أيضا الاستعداد للوصول إلى الآخرين وتقديم المساعدة والدعم لهم وعندما تحدثنا عن تلبية الاحتياجات ذكرنا إذا تمت تلبية الاحتياجات يحدث الرضا وإذا لم تتم تلبية الاحتياجات يحدث التوتر أو الإحباط ويسيطر على الفرد شعور داخلي غير مريح وعبرنا عن الحاجة إلى الانتماء والتواصل مع الآخرين وكسب استحسانهم هي ما يحفز تصرفات هذا الفرد وعددنا عدة طرق لتلبية الاحتياجات كانت أولاها الطرق المباشرة وكان هناك آليات وطرق مباشرة يستطيع الفرد تحقيق احتياجاته من خلال العمل بجد ووضع الأهداف تقييم الوضع الحالي التعاون مع الآخرين وكان هناك طرق غير مباشرة أو أسميناها الطرق الدفاعية عندما لا يستطيع هذا الفرد تحقيق ذاته هذه الطرق ليس من شأنها تحقيق هذه الأهداف ولكن من شأنها أن تخفف الحاجة لهذا الاحتياج وبرزت معنا عبر ما عندما عرفنا آليات الدفاعية وهي الأفعال اللاوعية التي تساعد الفرد على التعامل مع المواقف الغير صارة أو السلوكيات الغير مكبولة اجتماعيا وأبرزنا هذه الآليات الدفاعية كالتبرير، القمع، اللوم، الكبت، النقل، التراجع، المبادلة، الإنكار أحلام اليقظة، الانسحاب ومثل ما يظهر معكم هنا تعريف وتفصيل لكل من هذه الآليات الدفاعية ثم انتقلنا بعد ذلك لدراسة الفصل الثامن وبالتحديد فصل التغذية والأنظمة الغذائية وذكرنا بأن لدينا مجموعة من الأهداف أن تعرف وتعرف في مصطلح التغذية وتعدد الآثار المترتبة على كل من التغذية السليمة وسوء التغذية تعداد المجموعات الست لمغذيات الأساسية ووظائف ومصادر كل منها أيضا المقارنة بين عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي كذلك إعداد قائمة طعام يومية نموذجية باستخدام المجموعات الغذائية الخمس الرئيسة كذلك استخدام الرسم البياني لمؤشر كتلة الجسم لتحديد مؤشر كتلة الجسم لشخص معين أيضا حساب السعرات الحرارية اليومية المطلوبة للفرد للحفاظ على وزنها الحالي كذلك تعداد ووصف وشرح الغرض من ثمانية حميات غذائية علاجية على الأقل وهنا يظهر معنا المصطلحات التي ظهرت في بداية دراسة الفصل الثامن في هذه المصطلحات مثل ما يظهر معنا هنا التغذية المغذيات الأساسية الكربوهايدرات السليلوز الليبيدات الدهون البروتينات الفيتامينات مضادات المعادل الهضم الامتصاص التمثيل الغذائي النظام الغذائي المتوازن مؤشر كتلة الجسم بادي ماس اندكس السعر الحرارية كالوري السمنة أوبيسيتي عرفنا التغذية بأنها تتضمن أو تسمح هذه العمليات عفوا التغذية تتضمن جميع عمليات الجسم المتعلقة بالطعام وتتضمن الهضم الامتصاص التمثيل الغذائي الدورة الدموية التخلص من الفضلات كل هذه العمليات تسمح للجسم استخدام الغذاء والحصول على الطاقة للحفاظ على الصحة والنمو ثم ذكرنا بأنه تؤدي التغذية دورا كبيرا في تحديد الطول والوزن والقوة نمو الهيكل العظمي خفة الحركة البدنية القدرة على مقاومة الأمراض الحفاظ على مستوى عاري من الطاقة الحصول على ساعات النوم المناسبة نمو الجسد بشكل جيد المظهر الصحي كذلك ذكرنا بأن التغذية قد تؤخر أو تمنع إصابة بعدد من الأمراض كارتفاع ضغط الدم تصلب الشرايين هشاشة العظام داء السكري أيضا ذكرنا من العوامل التي بشكل مفصل عن مرض السكري أو الإصابة بهذا المرض عدم ممارسة التمارين أو ارتفاع نسبة الكربوهيدرات والسكريات في النظام الغذائي ثم تحدثنا عن سوء التغذية وذكرنا أن سوء التغذية ينتج عن اتباع نظام غذائي سيء أو غير سليم أو الإصابة بمرض معين مثل أمراض نقص التغذية ضعف نمو العضلات والهيكل العظمي تدني القدرات العقلية وقد يؤدي هذا العمل حتى إلى الموت وسوء التغذية أيضا تشمل عدة أعراض كالإرهاق زيادة الوزن أو نقص الوزن الحصول على بشرة غير صحية وشعر باهة أيضا تهيج الجلد ثم انتقلنا لإحتياجات الستة الأساسية ذكرنا منها الكربوهايدرات وذكرنا الكربوهايدرات تقسم في ثلاثة مجموعات كربوهايدرات أحادية كربوهايدرات تنائية كربوهايدرات المعقدة أيضا تعرفنا على كل مثال من هذه الأمثلة وانطلقنا للدهون وذكرنا بأن هذه الدهون منها الدهون المشبعة ومنها الدهون الغير مشبعة أبرزنا أبرز الاختلافات ما بين الدهون المشبعة والغير مشبعة لعل أبرزها الدهون المشبع تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة بينما الدهون الغير مشبعة تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة المشبعة تأخذ من مصادر حيوانية الغير مشبعة تأخذ من مصادر نباتية وفي البروتينات ذكرنا بأن تحتوي على الكربون والأكسجين والهيدروجين مثل الكربوهايدرات والدهون بالإضافة للنيتروجين وبعضها يحتوي على الكبريت والحديد والفسفور واليود وذكرنا الوحدة الأساسية المكونة بروتين هي الأحماض الأمينية فهناك أحماض أمينية أساسية وهناك أحماض أمينية غير أساسية الأحماض الأمينية الأساسية التي نحتاج للتغدي والحصول عليها والأحماض الغير أساسية من الممكن أن نصنعها داخل الجسم ثم انطرقنا للفيتامينات لنعرفها بأن مركبات عضوية يحتاج إليها الجسم بكميات قليلة لإتمام نشاطاته الحيوية الأيضية وهناك العديد من الفيتامينات فيتامين A, B, C والعديد من الفيتامينات استعرضناها بشكل مفصل تعرفنا أيضا عن المعادن كأحد الاحتياجات الأساسية داخل الجسم فهي عناصر غير عضوية تعمل على تنظيم السوائل ودعم مختلف وظائف الجسم كذلك الماء لا يمكن أن نغفل على الماء كاحتياج أساسي للإنسان و لجميع المخلوقات الحية عوذ بالله من الشيطان الرجيم و جعلنا من الماء كل شيء حي فهذا الماء يتواجد في جميع عفوا أنسجة الجسم و ضروري عملية الهضم و يشكل الجزء الأعظم من بلازم الدم و سيت بلازم الخلايا كذلك لابد للشخص العادي أن يشرب من 6 إلى 8 أكواب يوميا و لعلنا نعلقنا على مسألة الاحتياجة التي تتباين بحسب الوزن و الطول و العمر كذلك الجنس أيضا الإجهاد اليومي أو نمط الحياة اليومي ولكن هنا نعطي رقم على الشخص العادي ثم تكلمنا عن عملية الهضم و هي العملية تقوم الجسم من خلاله بطحن الطعام إلى جزاء صغيرة يبدأ ذلك في الفم من خلال اللسان و الأسنان أيضا الغدد اللعابية تشارك بالهضم الكيميائي من خلال إفراز مليز اللعاب ثم يأتي المريء الذي يمرر هذه البلعة الغذائية من الفم إلى المعدة ادخل الطعام في المعدة ليستقبل حمض الهيدروكلوريك و يقوم بهضم هذا الطعام و بالتحديد البروتينات التي يفرز عليها إنزيم الببسين و الكبد تشارك في عملية الهضم بإنتاج العصارة الصفراوية هنا تظهر معنا هذه المرارة تخزن المرارة العصارة الصفراوية و تطلقها عبر القناة الصفراوية في الأمعاء الدقيقة لاستحلاب هذه الدهون كذلك البنكرياس كغدة ملحقة بالجهاز الهضمي و يشارك في عملية الهضم فيطلق هذا البنكرياس العديد من الإنزيمات داخل الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة يمر لها الغذاء عبر المعدة أو الوظيفة الأكبر لهذا الأمعاء هي امتصاص الغذاء والماء أو أكبر كمية من الغذاء والماء ثم يمرر باقي الطعام أو ما نسميه بيالكيموس إذا هذه الأمعاء الغليظة يتم امتصاص ما تبكى من الماء داخل الأمعاء الغليظة و تمرر هذا الغذاء إلى المستقيم و هذا المستقيم يكون بخزن الفضلات لإخراجها خارج الجسم ثم يأتي بعد عملية الهضم ما اسميناها بالامتصاص امتصاص هذا الطعام من أكل هذا الطعام من خلال الشعيرات الدموية و تأتي العملية الأخيرة في عملية التغذية و هي التمثيل الغذائي الاستفادة من هذا الغذاء حرق الغذاء لإنتاج الطاقة و استخدام هذه المغذيات في بناء الجسم ثم انطلقنا لنتعرف على النظام الغذائي المتوازن و ذكرنا لابد أن يكون هناك نظام غذائي متزن ولعل أبسط الأمور التي تبين لنا هذا الغذاء المتزن لكي نحصل على غذاء متوازن هي النخلة الغذائية الصحية للمملكة العربية الصحية فالنظام الغذائي المتوازن و تناول كافة المغذيات الأساسية بكميات صحية إذن لابد أن نتناول كل هذه الغذائية السكريات، الدهون، الزيوت، الخبز كلها من ضمن المغذيات ولكن نحصل عليها بحسب الاحتياج اليومي أظهرنا هذا الرسم البياني لنتعرف سويا على مؤشر كتلة الجسم و ذكرنا أن مؤشر كتلة الجسم عندما يعطي من 19 إلى 24 يمثل الوزن الطبيعي من 25 إلى 29 و يمثل زيادة في الوزن من 30 و حتى 39 هنا تعبر عن سمنة و من 40 و حتى 45 هي تعبر عن سمنة مفرطة لدى هؤلاء الأشخاص و ذكرنا أن نقسم الوزن على طول التربية لنحصل على مؤشر كتلة الجسم ثم انطلقنا لتعرف على الحميات الغذائية و عددنا مجموعة من الحميات الغذائية و ذكرنا بأنها عبارة عن تعديلات على النظام الغذائي الاعتيادي و هنا يبرز معنا أكثر من حمية غذائية استعرضناها بتفصيل أكبر خلال دراستنا للحميات الغذائية الحمية المنتظمة، حمية السوائل، الحمية المعتدلة، حمية الحد من الصوديوم، حمية الألياف، حمية الحد من الدهون، حمية السكري كل حمية كانت توجه لمرض معين لمتلقي رعاية بحسب احتياجه ليتم التعديل على النظام الغذائي الاعتيادي ثم انتهينا في دراسة منهجنا بدراسة الفصل التاسع المتعلق بموضوعات الحاسب و التكنولوجيا في الرعاية الصحية خلال دراستنا لهذا الفصل برز معنا مجموعة من الأهداف تحديد مجالات الرعاية الصحية التي تستعين حاليا بتطبيقة الحاسب و التكنولوجيا تمام عملياتها وصف حالة توضح استخدام ستة عاملين على الأقل من مختلف مجالات الرعاية الصحية في مكان الرعاية الصحية لأجهزة الحاسب و التكنولوجيا كنظم معلومات أيضا تحديد أربع عدوات تشخيص على الأقل تستخدم أجهزة الحاسب و التكنولوجيا كذلك تحديد ستة طرق علاجية على الأقل تتم باستخدام أجهزة الحاسب والتكنولوجيا أيضا شرح كيفية استخدام أجهزة الحاسب والتكنولوجيا في تعليم العلوم الصحية والأبحاث ذات الصلة كذلك شرح كيف ساهمت أجهزة الحاسب والتكنولوجيا في تحسين التواصل في مجال الرعاية الصحية ومثل ما تعودنا دائما يظهر لنا مصطلحات في بداية دراستنا لهذا الفصل السجل الصحي الألكتروني Electronic Health Record التشخيص Diagnosis مخطط كهربية القلب Electrocardiogram اختبار الإجهاد أثناء ممارسة التمارين Exercise Stress Test مخطط صد القلب Ecocardiogram التصوير المقطعي المحوسب Computed Tomography التصوير بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging التصوير بالموجات فوق الصوتية Ultrasound Laser Laser الجراحة الروبوتية Robotic Surgery الجراحة الموجهة بالصور Image Guided Surgery العلاج بالأشعة Radiation Therapy تكنولوجيا التهيل السمعي Hearing Assistive Technology التعليم بمساعدة الحاسب Computer Assisted Instruction التطبيب عن بعد تلميديسي بدأنا دراسة هذا الفصل بالتعرف على أنظمة المعلومات وذكرنا بأن هناك استخدامات لأجهزة الحاسب والتكنولوجيا كأنظمة المعلومات، إجراء العلاج، البحوصات التشخيصية، مراقبة المريض، الوسائل التعليمية، التواصل وكذلك الأبحاث العلمية كل هذه الموضوعات أخذناها على شكل دروس مستقلة فعندما تكلمنا عن أنظمة المعلومات ذكرنا نقصد بمعالجة النصوص كتابة الرسائل والمذكرات وصياغة التقارير كذلك من المهام تجميع قواعد البيانات من خلال إنشاء سجلات المرضى أو إنشاء سجلات الصحية الإلكترونية وتبادلها كذلك الجدولة، إعداد الجداول البيانية، الاحتفاظ بالسجلات المالية كلها كانت ضمن أنظمة المعلومات وذكرنا أن هناك عدة ممارسين يستخدمون أجهزة الحاسب كفني المعلومات، عفواً المعلومات الصحية، الطبيب المعالج، الصيدلي، عامل خدمة بيئي، فني المختبر، خصائية تغذية كلهم يستخدمون أجهزة الحاسب وانطلقنا بعد ذلك لنتعرف على البحوصات التشخيصية وذكرنا أن أحدثت البحوصات التشخيصية أثراً بالغاً في رعاية المرضى هناك بحوصات باضعة وهناك بحوصات غير باضعة الباضعة تحدث شق في الجسم والغير باضعة التي لا تحدث هذا الشق واستعرضنا مجموعة من هذه الفحوصات سواء فحوصات مخبرية أو الفحوصات المتعلقة بتكنولوجيا التصوير كالتصوير المقطعي أو التصوير الشععي الرقمي للأسنان كذلك الفحوصات المتعلقة بالقلب كمخطط كهربية القلب أو اختبار الإجهاد أثناء ممارس التمارين أو مخطط صد القلب كلها كانت من اختبارات التشخيصية التي أظهرناها انتقلنا لنفهم أثر هذه المعرفة هذا التقدم هذه الأجهزة الحاسبة بالتكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية فلتقدم التقني دور في تحسن وسائل العلاج ظهر معنا الليزر وهو عبارة عن أشعة ضوئية يمكن تركيزها بدقة الجراحة الروبوتية جهاز بأدرع ميكانيكية متصلة بأدوات جراحية يتم التحكم فيه بواسطة الحاسب الجراحة الموجهة بالصور العلاج بالأشعة تكنولوجيا التأهيل السمعي كلها كانت من الإجراءات التي نتجت عن التقدم العلمي ثم انتقلنا لنتعرف بشكل أكبر عن دور هذه الأجهزة عن دور هذا التطور في مراقبة المرضى فتعمل أجهزة مراقبة المرضى على قياس العلامات الحيوية كنفضات القلب معدل التنفس ضغط الدم إيقاعات القلب تسجيل أجهزة المراقبة والمعلومات التي تصلها من الأجهزة استشعارات التي تتوضع المريض أو داخله وكذلك لهذه الأجهزة من الممكن أن تطبع هذه المعلومات وعددنا مجموعة من أجهزة المراقبة القابلة للارتداء كالجهاز الذي يتم ارتداءه والإسوارة التي تكون على المعصم أو شريط لاسق الأشرة تستخدم لمرضى السكري أيضا تكنولوجيا التموضع العالمي الجي بي اس من خلال هذه التقنية استطاع تتبع مرضى الخرف ومرضى الزهايمر من خلال هذا النظام العالمي أو ما اسميه بي الجي بي اس أيضا تكلمنا عن أثر هذه المعرفة والتقدم في التكنولوجيا على مستوى التعليم فالتعليم بمساعدة الحاسب هو وسيلة تعليمية عبر الجهاز الحاسب تتميز بكونها مناسبة لجميع المستخدمين وأبرزنا مجموعة من أساليب التعلم كالفيديوهات والرسومات المتحركة التمييز بالألوان والصوت كذلك تكلمنا عن تكنولوجيا محاكاة الدماء فهذه المحاكاة توفر تجارب حيوية لمقدمية الرعاية الصحية كالدماء التي تحاكي الرضاعة والحام التي تلد أو الدماء الجراحية أيضا تحدثنا عن أثر هذه الأجهزة والتكنولوجيا في المجال البحثي فيعتمد إجراء معظم الأبحاث على الاستعانة بأجهزة الحاسب حيث يتم استخدام أعضاء فريق الرعاية الصحية بالأنترنت كذلك ذكرنا بأن هناك مصادر معلومات لمقدمية الرعاية الصحية وأكدنا لابد أن نحصل على هذه المعرفة من خلال المصادر الموثوقة كميدلاين التابعة للمكتبة الوطنية ميدلاين بلاس أيضا المكتبة الرقمية السعودية هي أحد مصادر أو مراكز المعلومات الموثوقة انتهينا في دراسة مبادئ العلوم الصحية عندما تحدثنا عن درس التواصل فذكرنا أنه أدى تجهزة الحاسب دورا في تعزيز التواصل لمقدمية الرعاية الصحية بشتى الطرق من خلال البريد الإلكتروني وممارسة التطبيب عن بعد وصرف الأدوية عن بعد وكذلك المشاركة في الاجتماعات أيضا تحدثنا عن التطبيب عن بعد فيشمل استخدام أنظمة الفيديو والصوت والحاسب لتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية قبل أن نختم لعلنا نتذكر أول ما درسنا مادة مبادئ العلم الصحية اتفقنا سويا بأن المملكة العربية السعودية لديها في رؤيتها محاور انطلقنا لهذه المحاور ببرامج من خلال ركايز تمتلكها المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى فالمملكة تمتلك قوة استثمارية رائدة كذلك المملكة تتميز بموقع جغرافي أيضا المملكة العربية السعودية هي وجهة العالم العربي والإسلامي وزارة التعليم لتواكب هذا التحدي انطلقت بإيجاد مسارات تعليمية لتوائم هذه التحديات وتحقيق هذه التطلعات أنتم طلاب المملكة العربية السعودية وطالبات المملكة العربية السعودية كل ما قدم هو من أجلكم أنتم فأنتم الثروة الأغلى والركيزة الأساسية الآمال عليكم منعقدة لتحقيق تطلعات قادتنا ولتصلون بالمملكة إلى مصاف دول العالم أنا رعد نفيعي أستودعكم الله رجائي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر